إذا بايق 850 ألف دولار اللي يصير فوق المليار وشوية دينار يكفل بمئة مليون دينار أو يطلع سرق 850 مليون دولار هاي على ذمة ما نشره تشلبي يقوله طلع بكفالة قدرها مئة مليون دينار تذكرون المرحوم أحمد تشلبي نشر على مواقع التواصل الاجتماعي تغريدة ببكتها هاي التغريدة انتشرت يقول بيها اني علي غلام صاحب مصرف الشرق الأوسط سرق 850 مليون دولار هاي على ذمة ما نشره تشلبي يقوله طلع بكفالة قدرها مئة مليون دينار وتمطمطمت الشغلة كذلك تشلبي يأكد انه البنك المركزي يؤكد ان الزبون او يشير الاجبون اللي هو محمد غلام حسين بمصرف الشرق الأوسط ان عدد صفحات حسابه 400 صفحة عدد صفحات حسابه 400 صفحة يعني حتى لو الدنيا تمطر دولارات تمطر فلوس البنك المركزي نايمين القاصات كلها مفتوحة ويبوق اخو عالي غلام او واحد من عائلة غلام ما يلحق يفتح لأربعمائة صفحة حساب ويودع بيها مئات مئات من الشيكات بالمصرف ومسحوبه على مصارف عديدة زيني شلون ماكوا واحد بيموجب القانون من البنوك اجي سأل انه شلون هذا سرق 850 مليون دولار وعدد صفحة زيني شلون هاي الفلوس اجدتي وزيني ماحد اجي سأل قال لا بابا انت ذاك اليوم شلت تشتغول منين هاي الفلوس زين واحد سارق 850 مليون دولار انا ما افتهم بالقانون وفعلا انا ما افتهم بالقانون واجهل واحد بايق 850 مليون دولار هو وعائلته وانسجن شلون طلعوا بكفالة 100 مليون دينار 850 مليون دولار يكفل بـ 80 ألف دولار بس قلولي انا ما افتهم الكفالة غير الكفيل خسار هاي احنا نعرفها زيني هذا بايق 850 وطالع بكفالة بـ 80 مليون دولار ما يجي المطلوب يجي الكفيل الكفيل يدفع 80 مليون دولار ويطلع هو بايق 850 دولار انا بالقانون صدق هذا الحتي يعني يصير هسه والله ما ادري يصيرا لو ما يصيرا اذا يصير والله انا مباتر اشوف له احلم انا ما انا ما اقدر اسويا بس هذا تشجيع الى الناس زيني مثل هذا الفلم مال عاد الامام منشان محاسب بشركة قعد باللييل لقالها دفتر مال القوانين كبر برأس الشيطان جاب الرواتب مالت الموظفين باقهم راح للقاضي سلم روحه قال له ها قال اسجني قال ليش قال انا بايق قال له واذا بايق شون انت تشتكي قال له انا حافظ القانون القانون يقول سنتي انو اطلع قال له وليش سويت قال له انا حسبته اذا اخذ الرواتب لاني رواتب مال 100 سنة اللي قدام فهذا ايضا مثل شغلة عاد الامام اذا بايق 850 الف دولار اللي يصير فوق المليار وشوية دينار يكفل ب100 مليون دولار او يطلع هل هذه القوانين رادعة تكفي تحمل فاسد لانه احنا شفناها وهي الولد من انسجنه يغرم 100 الف يغرم 200 الف يعني هذه اعتقد بحاجة الى عادة نظر وهاي اللي اعني اخر وثيقة اللي قررت لكم مياها مع الاحمد تشلبي حتى لا تذبونها براسي هاي منشورة وكلكم انتو شفتوها كلكم انتو شفتوها